الزميل عمر أديب في MBC مصر متحدثاً عن خروج الزمالك بخفة دمه المعتادة فرح وللأسف الفرقة اللي ما بتصطورش الفرقة اللي ما بتصطورش الفرقة اللي ترفض ان احنا نفضل فرحانين يومين ان هي ترفض ان احنا نقعد شوية سعداء الفرقة اللي بترفض النعمة الفرقة اللي دايماً فصولها صعبة اتحدث عن نادي الزمالك امبارح جابولي سكتة دماغية وكأن مصر ما فيها شغل عمر أديب وكل الناس بعتالي اي عم قاعد تتكلم على الاهلي مع بيومي فهد قاعد شمتان والله ما شمتان انا قلت ان قلبي يقتره دمان فطبعاً قاعد عناية دلوقتي بتقتره دمان وهداني بتقتره دمان وشعري بيقتره دمان والجرافات الجديدة بتقتره دمان كله بيقتره دمان وكلكم واللي عملوا فيها كلكم واللي عملوا فيها محمود علاء كوم لما رحي شاط الكورة وضيع قلبي معاه ومش عارفين رحيت فين عادينا دور على الكورة لغاية دلوقتي اين زابت كورة محمود علاء محدش عارف هتوصل فين هتروح فين قاعدوا بقى طبعاً عملوا كوميكس وقال لك ايه في المريخ فمش عارف ايه اه وصلت بتاع وصلت دمش عارف فين عمر قديم في يوم ما هو قال جملة قدامي انا حقولها له دلوقتي بتخليك معانا عمر خليك معانا والله هتنبسط هتنبسط اكتر خليك معانا فكر فيها بس عمر قديم هذا الانسان شديد الزكاء هو لقى الفرصة انه يقدم للاهلوية تفسير او مش اعتذار او يعني جماعة ما هو انا دائف فيه انا زي ما قلته على حسام غالي انا بقول بقوله على محمود علاء هو مش كرة وقال دي كرة حسام غالي طب ما تيجي نشوف هو لها كرة محمود علاء ولا لأ طبعا طبعا وره نشوف يانا ربيض يانا ربيض انا ماجد للنادي الاهلي وصلت كرة محمود علاء عشان يوم غالي قالولي الكرة وصلت ولا انا بقولك اهو عشان ما حدش يزعل الكرة وصلت بس طبعا انا بقول لحضراتكم الجملة الشهيرة اللي بيقولها كل جمهوري الاهلي بطولة عربية ايه وبطولة عفريقية ايه الركعة الدورية هما بشكلها اللي بيقول اذا اللي قالها تخريجة برضو تدي له يعني جزء من الامل في انه هو ينتشي وده حقه ولكن ايضا من حق جمهور الاهلي عن ياسخ بفريقه وانه هو يشوف انه بإذن الله الاهلي بطل الدوري بطل الدوري